موسيقى 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 قد تعلق بالدع سوقا ولكنه قد خسر ثقتها لأنها قد تخلت عنه مقابلة ايدريان او انه عند مرتدى فيليكس ميراك للس الكلب وكانت تعتقد انه ايدريان وفي نفس الموسم الرابع كانت مارينت تحاول ان ترجع كاغامي و ايدريان مع انها كانت تعلم ان هذا سيكون فاشل ومن دون فائدة وفي نهاية كاغامي قد اخبرت مارينت انها تعرف انه يحب ايدريان ولذلك مارينت قد سكتت وفي كل هذه الأرجاء لوكا كشف هويت الدع السوق والقطة الأسود وكان ذلك بسبب محقق الأماني وكانوا يحاول نجالهم أقرى في الموسم الخامس وفي الموسم الخامس حصل ما كانت تتوقع وبانيك سواء لقد أخبرتكم لقد كان كل شيء ملخبط الدع السوق كانت تحب القطة الأسود وهذا كان يعكس الموسم الأول وإذن كان يحب مارينة وهذا كان يعكس أيضا الموسم الأول ولكن بعد الحلقة انسجام رجع كل شيء إلى طبيعته لأن الدع السوق عرفت أن كل هذا يؤدي إلى شيء واحد وهو إصابتها بالأحكومة وبالكها كادت هويتها أن تكشف ولكن بشكل أوضح في حلقة اختيار الكوامي كان كل هذا بسبب الميراكلس لأن كل هذا كان يؤدي إلى ضغوط نكليهما إلى أن تخلى عليهما ومن بعدهما رجع لحلتهم الطبيعية مارينة صارت تحب إذن وإذن صارت يحب مارينة ولكن كان جابريال يكره هذه العلاقة حرفيا كان يكره وجود مارينة مع ابني لأنه كان يريد مع كادامي لأن سيدة سرقوكي تعرف هويته وكان طلبها أن تكون كادامي مع إذريان وبعد العديد من حلقات الموسم الخامس ومحاولت كادامي أن تبعد إذريان وحاولت ليلى من الأساس أن تبعد مارينة عنها ومحاولت أن تكشف كل شيء عنها لكنها فشلت وفي النهاية مارينة تنجحت في هوية ليلى بالفعل ليلى قد طردت ولكن أدى كل هذا إلى أن ليلى الآن صارت تكره مارينة أكثر هيوة دعسوقة وتحاول أن تكشفت الدعسوقة والذي يعتقد أنها كشفتها وأنتم أخبروني أن تتقدون لأنها كشفتها حقا في الحلقة الأخيرة ولنرجع لموضوعنا بعد محاولات جابريل اليائسة من بعد مارينة عن إذريان وجعل كادامي تتقارب منهم يأتي فيليكس من حيث لا يحتسب وكادامي تحب فيليكس وهذا يزيد الطين بالله لأن فوق كل ذلك جابريل يكره هذا الموضوع فيضطر أن يحبسها كادامي وإذريان ونقلهما من باريس إلى لندن ولكن الأمر الذي أدى إلى سوء هذا أيضا أن إذريان وكادامي قد هربا بما جعلهم يحبسهم الآن داخل أقفاص أو غرف بحجوزة ولكن في نهاية الموسم الخامس إذريان ومرهت قد تعلق ببعضهما وقابل الرحل ولم يعد هناك أي شيء يعيقهما وكادامي صارت تحب فيليكس وتكون هكذا نهاية الموسم الخامس قد انتهت على خير لكن الذي من ينتهي هو الدعسوقة والقط الأسود لأن كما نعلم أن الدعسوقة لم تعتباد القط الأسود والقط الأسود لم يعد يبادل الدعسوقة مشاعر ولا يعرفان أنهما إيدر ومارينيت إلا لو كشفت الهوية فإن كل شيء سيكون طبيعي وأما عن علاقة إيدر ومارينيت هل هما سيستمران بعد الموسم السادس لنهاية الموسم التاسع نعم ستستمر لكن شؤون واحد فقط يعيق هذه العلاقة وهي الدعسوقة القط الأسود وكما أخبرتكم لو كشفت الهوية فإن كل شيء سيكون جيدا وهل هما سيجبان أطفال أعتقد أن هذا سيحصل لكن في نهاية الموسم التاسع ولا نكون في بداية الموسم السادس ولا حتى في بقية الموسم لأن هذا الأمر سيعيق دعسوقة القط الأسود فطبعا مارينيت لا تريد أن تنجب أطفال لأنها دعسوقة وإيدر نير نجب أطفال لأنه القط الأسود وأنتم اخبروني هل علاقة إيدر ومارينيت ستستمر لنهاية الموسم السادس وما بعد وهل سيجبان أطفال أو لا ويكونوا هكذا قد شرحت لكم شرحا بسيطا عن الموسم الخامس وما الذي قد حصل فيه وما الموسم الأول وكيف علاقة مرنت وإذا ما قد بدأت وكيف انتهت وفقط كان هذا هو الفيديو لليوم لا تنسوا يشترك في هذا القناة وتفعيل الجرس وطبعا مشاهدة الفيديوهات الباقية لنستعجبكم طبعا كان معكم أحمد من قناة كرتلوس السلام